وأود أن أسأل فيصل المرشد هل ما زلت أنت من الناحية القانونية رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية حتى تطلق تهديداتك باسم القانون تتحدث يا فيصل عن الشرعية والقانون فهل طبقت القانون على نفسك تهدد المقردين بسلطة القانون وأنت نفسك لم تلتزم به ألم تتقدم باستغالتك في شهر سبتمبر 2012 ألم تعلن عن تلك الاستغالة ألم يتم تثبيتها في محظر اجتماع مجلس القضاء كيف لك أن تستمر في عملك وتستلم رواطبك ومزاياك المالية وأنت مستقيم ألا تعرف وأنت قاضي أن المادة 32 من قانون تنظيم مادة 32 مكرر من قانون تنظيم القضاء تنص على أنه تعتبر استقالة القاضي مقبولة من وقت تقديمها ألا تعلم وأنت رئيس المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لك العدول عن استغالتك كيف تعلن كيف تعلن كيف تعلن وأنت رئيس مجلس القضاء وأنت رئيس محكمة التمييز وأنت رئيس المحكمة الدستورية كيف تعلن أنك عدلت عن استغالتك استجابة لرقمة أمير البلاد وأنت غاضي ألا يفترض بك ألا تخضع لرقبة أي طرف حتى لو كان أمير البلاد هل يعقل أن يقول رئيس المحكمة الدستورية أنه ما يقدر إلا أن ينصح إلى طلبات ورقبات صاحب السمو أين هي استقلالية القضاء أين هو القانون أين هي الشرعية أن عليك يا أخ فيصل المرشد أن تترك عملك فورا فأنت مستقيل بحكم القانون منذ سبتمبر 2012 ولا تنسى يا أخ فيصل أن القضاء أصابته علل كثيرة في ظل رئاستك منذ أن نجحت السلطة في استخدامه في معاركه السياسية إن ابتعادك عن القضاء مطلوب ليس فقط لأنك مستقيل بحكم القانون وإنما لأن القضاء يحتاج إلى إصلاح جذري ترجمة نانسي قنقر